بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة تفسير احلام ورقية الشرعية. النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية الشرطة. هنعرف اهم التفسيرات اللي متعلقة برؤية الشرطة في المنام. هنعرف امتى بتكون رؤيتها محمودة وامتى بتكون رؤيتها غير محمودة. اولا الشرطة من الرموز او من العلامات اللي بتدل على قدوم خير وكمان مقنينة للرأي. خصوصا لما نشوف انه هي آآ جاية بتساعدنا او بتحمينا. الشرطة آآ في غالب يعني في الغالب برضو من الرموز اللي بتدل على قدوم اخبار سعيدة للرأي. الشرطة من الرموز اللي بتدل على آآ خلاص من اعداء او آآ آآ خلاص من اشخاص كانوا بيحاولوا آآ يتعرضوا للرأي او يسببوا له ضرر او آآ 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 كمان الشرطة آآ من الرموز لما يشوف الشخص ان الشرطة بتلاحقه او بتدرده احيانا بيدل على معاناة او بعض المشاكل او الازمات اللي بتلاحق الرأي. لما شوف ان الشرطة آآ بتلاحق الشخصه لكن ما قدرتش ان هي آآ تمسكه. فدينا نجاة من آآ هموم نجاة من مشاكل آآ كانت ممكن تسبب ضرر للرأي. آآ برضو احيانا آآ ممكن تدل على عقبات كانت آآ بتقف قدام الشخص وهو هيقدر انه يتغلبها او يتخطوها. الشرطة كمان من الرموز اللي بتبشر بالنجاح بحصول بنجاح الرأي بتحقيق انجازات سواء في حياته الاجتماعية او في حياته العلمية. كمان الشرطة آآ من الرموز آآ لما يشوفها آآ آآ شخص غير متزوج في احيانا او راجل غير متزوج احيانا بدل على زواجه آآ من امرأة جميلة حتتمتع بالعلم وكمان بالمال. الشرطة من الرموز اللي بتدل على الامن وانتهاء مخاطر او انتهاء ضرر او اذية كان متعرض لها الرأي. آآ في حالة شفنا رجل الشرطة هو بيتحك لنا او ان هو مبتزم فده امن آآ وامان حتى لو لو شفنا ان هو داخل البيت عندنا فده امن وامان لاصحاب البيت بشكل عام. آآ آآ كمان آآ برضو آآ من الرموز لما يشوف الرأي ان فيه آآ شرطة بتلاحقه آآ ليه الشخص المتزوج احيانا بيدل على خوفه او قلقه من المستقبل. آآ كمان آآ لما يشوف انه هو قدر انه يختبئ فده ارتكابه بعض الاخطاء او بعض السلوكيات السيئة. آآ كمان آآ الرجل المتزوج لما يشوف الشرطة وهي آآ بتلاحقه فدي ملاحقة مشاكل ليه او هموم آآ لي. آآ كمان المرأة المتزوجة لما تشوف ان الشرطة بتلاحقها فدي برضو مشاكل هي هتمر بيها او فترة صعبة هي هتمر بيها. الهروب من الشرطة دي نجاة من الفترة الصعبة دي او من الهموم دي بشكل آآ عين. لما يشوف ان الشرطة بتبحس عنه او بتدور عليه آآ فدي آآ برضو من الرموز اللي شوية بتدل على معاناة آآ او مروره بفترة آآ آآ شوية هتكون آآ صعبة. الفتاة العزباء برضو لما تشوف الشرطة آآ برضو من اللموز اللي بتدل على نجاحها وخصوصا نجاحها في العمل. آآ خصوصا لما تشوف ان الرجل الشرطة بيستجوبها فدي برضو آآ بشارة بنجاحها وتحقيق انجازات في آآ عملها. لما تشوف ان الرجل الشرطة بيقبض عليها فاحيانا بيدل على توبتها او آآ ابتعدها عن سلوك سيء آآ كانت بتقوم بي. آآ الفتاة العزباء لما تشوف الشرطة وهي بتلاحقها وبتحاول ان هي تهرب آآ منها فدي خوفها آآ او قلقها من شيء معين وخوف وقلق شديد هي بتمر بي او بتحس آآ بي. لما تشوف ان هي اتحولت او ان هي بقت رجل آآ شرطة فدي ترقية وآآ منصب ومكانة. على فكرة حتى لو فتاة عزباء او حتى لو شخص عادي شاف في الرؤية دي فدي ترقية في العمل وكمان مكانة. آآ لما يشوف الفتاة العزباء ان هي آآ بتلاحق الشرطة بتلاحقها او آآ بتتريدها فآآ شوية من الرموز اللي آآ زي ما قلنا ممكن تدل على آآ مشاكل او هموم. لما تشوف ان الشرطة آآ آآ قبضت عليها فدي احيانا بيدل على اقتراب آآ آآ زواجها او آآ ارتبطها. المرأة المتزوجة كمان لما تشوف الشرطة. لو كانت مظلومة او كان فيه حد اخد حق من حقوقها آآ فمن الرموز اللي بدل على رجوع الحق ده يمكن بعد جهد منها او بعد عمل آآ منها. آآ كمان احيان بتدل على الاستقرار في حياتها الزوجية آآ بشكل عام. آآ كمان المرأة المتزوجة لما تشوف الشرطة وهي بتلاحقها فدي خلافات او آآ مشاكل للأسف بينها وبين آآ زوجها او آآ مرورها بفترة صعبة فيها ازمات وفيها آآ هموم. آآ المرأة المتزوجة لما تشوف ان هي خايفة من الشرطة او رؤية الخوف من رجل الشرطة احيان بدل على خوفها وقلقها آآ الشديد جدا اللي بتعيشه خلال الفترة آآ اللي هي عايشها حاليا. آآ آآ لما يشوف الشخص آآ سواء رجل او امرأة ان الشرطة بتلاحقه وبعدين ابضت عليه فدي آآ من الرموز اللي بتدل على التوبة وعلى التوبة النصوحة وعلى البودة عن سلوكيات سيئة او افعال سيئة كان بيقوم بيها. كمان من الرموز اللي بتبشر باستجابة دعاء للرأي. آآ مطاردة الشرطة اللي الشخص احيانا بيدل على كسله في العمل او اهماله في العمل. الهروب من الشرطة آآ ده من الرموز اللي بتدل على الخوف او على القلق من المستقبل. آآ كمان الهروب من آآ آآ الشرطة احيانا بيدل على هروب الرأي من مسئولية. آآ كمان احيانا بيدل على آآ آآ نجات ومن ضرر او من ازية. الهروب من الشرطة برضو من الرموز زي ما قلنا اللي بتدل على الخوف او القلق من المستقبل او عدم كدرة الرأي على تحقيق احلامه آآ او اشياء هو بيتمناها. آآ آآ كمان الهروب من الشرطة آآ آآ او يشوف ان الشرطة قبضت عليه. احيانا بيدل على سماعه لأحبار آآ صارة. ده كده باختصار اهم التفسيرات اللي متعلقة برؤية الشرطة آآ في المنام اتكلمنا عنها بشكل عام. كمان عرفنا امتى بتكون رؤيتها محمودة امتى بتكون رؤيتها غير آآ آآ محمودة. باتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سؤال او استفسار اكتبوا لي تحت. وانا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلام.